حافظوا على الطلوات والطلاة العسقى وقوموا لله قانتين من حافظ عليها كانت له نجاح ونور وبرهانا يوم القيامة ليس هناك عبادة تقام في وقت الضرورات إلا الصلوات فهل هناك ألذ طعما وأعذب مذاقا من مناجات القلب لحبيبه ولذلك لا تتأخر عنها ولو كانت المغذية في ثمك ولو كان السيف على راسك ولو كنت مطوق بأي مكان ولو كنت محبوسا واقفا عريانا مجلودا معذبا فإنك تصلي حتى لو أوميت إيماء فقط لأنها عبادة الله الكبرى لا تنخلع عن مسلم ما دام عقله معه الله أكبر الصلاة جنة الدنيا والآخرة إنها الصلاة مرة عيون الموحدين ونذة أرواح المحبين الصلاة فيها يتقلبون في النعيم ويتقربون إلى الحليم الكريم الصلاة عبادة عظم الله أجرها وشرف أهلها فهي آخر ما أوصى به النبي عليه السلام وآخر ما يذهب من الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد بين يدي الملك العلام إن الصلاة صلة ولقاء وتعبد ووفاء بين العبد في الأرض والرب في السماء فهي عند الصالحين الطريق لرفع البلاء وإجابة الدعاء الله أكبر الله أكبر أبداه أمه أختاه هل تسمعون النداء هل تسمعون النداء هل تسمعون النداء صلي ربنا يصح صدرك صلي ربنا يعلي قدرك صلي ربنا يغنيك بالحلال صلي ربنا يهدي زوجتك صلي ربنا يهدي أولادك يبارك لك في أولادك صلي ربنا يبارك في رزقك صلي ربنا يحميك من أعداءك صلي ما تحتكسل الناس أبدا صلي صلي حيال الصلاة إذا أظلمت الدنيا بعينيه وكشرت الأحداث لناظريك أو ضاق صدرك أو عظم همك أو كثر نصبك أو زاد تعبك أو اشتد غضبك فعليك بالصلاة إذا دهمك أمر يدك الجبال فتذكر أرحنا بها لا إله إلا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة